وخلاص ومش لاقي حل ما لك ماشي بتكلم نفسك ليه؟ تعبان جداً من ايه طيب؟ من كل حاجة هو فيه ايه يفرح في الدنيا خنقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي طيب اهدى بس واسبها على الله خلاص انا تعبت الواحد ينتحر ويخلص ده الحل الوحيد سبنا انا مش عاوز اتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة انت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت سمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي اسي دي استشاري أسري ونفسي انت فاكريني مجنون؟ لا لا استنى بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتعل بساطة يا سلام ببساطة كده؟ هيوة انت خسراً ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني اصل عمر الانتحار ما كان الحل الاكاديمية الدولية لتطوير الزيت اختلافك سر تميزك اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة وبرنامج المراية ان شاء الله النهاردة هيكون موضوع حلقتنا عن اختار لشبهك لو تعلمنا ازاي نختار لشبهنا هيبقى تخطينا كتير جدا من المشاكل بس لازم نتعلم ازاي نختار لشبهنا وزي ما قالونا اختار الرفيق قبل الطريق اوعى تختار الا لشبهك اوعى تتجوز الا لشبهك اوعى تشارك الا لشبهك اوعى حبتك صاحب الا لشبهك المقصود باللي شبهك هو ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقة باذن الله بس أول حاجة أحب أفكركم أن الأرقام هتنزل على الشاشة هاستنى أسئلتكم واستفساراتكم واستنى برضو أسئلتكم على صفحة البرنامج وعلى صفحة القناة مبدئياً عايزة أرحب بالدكتورة جهان حسين استشاري نفسي وأسري ومؤسس ومدير عام الأكاديمية الدولية لتطوير الذات أهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك عايزة أعرف بقى يعني إيه المقصود باللي شبهي طبعاً أكيد مش هنقصد شبه الملامح مع العلم يعني أن موضوع الملامح مؤثر جداً في فكرة تشابه الصفات يعني إحنا عندنا كورسي اسمه حتى الفراسة اللي هي قراءة الهوح والمفروض أن إحنا في الكورسي ده نتكلم أصلاً عن فكرة الملامح وأن أنا أقدر أحللك من ملامحك وعرف معظم صفاتك طيب معناك كده أن اللي يجبهك بالزبط في الملامح يجبهك في الصفات أكيد أه أصلاحيك تقولي كده أه طبعاً بنسبة كبيرة بس هيحصل إيه هتيجي تقولي لأ ما أنا أعرف ناس شبهي بكرههم أنا نفسي مش طيقاهم يعني أه أبقى متدقي لما الناس تقولي ده أنت شبه فلانة مثلاً يعني ممكن تكوني شبه حد معروف اللي مش كويس مثلاً تمام فهل أنت تشبهيها فعلاً في الصفات ولا تشبهيها في صفات كتير بس حتة لاختلاف النواحش وحل دي نقطة مهمة جداً وأنا بركز عليها حتى في الكورس إن إحنا يا جماعة ما نعرفش اللي في القلوب إحنا ما بنتكلمش عن القلوب ما بنتكلمش عن إني جهان كذبها ولا صدقة لكن لما بنقول إن هي شخصية واضحة يبقى دي واضحة ممكن دي واضحة ببجاحة وبجرأة وبقلة أدب وبتتكلم بحرية في حاجات معاناة بس ودي واضحة بأخلاق وكل حاجة بس لما نيجي نقول الصفات في الاتنين هم الاتنين وضوحين الوضوحين تمام في واحدة واضحة أخلاقياً واحدة واضحة لا أخلاقياً مثلاً يعني وهكذا إيسي بقى على ده كل الصفات يعني إحنا نتكلم في الصفات اللي هي الشخصية مش بنتكلم في الأخلاق والمعاملات يعني أصد حيك بتتكلم في الخطوط العريضة للشخصية آه استخدمتها بقى دي واضح إنه لئيم إنه خبيل مثلاً آه يعني الحاجات بس درجة اللقم آه درجة اللقم إيه طب هقولك على حاجة في صفات على فكر أنا مش بحب أحلل على العام علشان الكورس ده تحديداً بحب إنه هو يعني يتاخد باكتج على بعضها لأن أنا هديك نص المعلومة أو ربعها ده بيضيع المعلومة أنا دايماً أنصف العلم ده بالنسبة لي جاهلية طيب بس في صفة أنا مش هقول شكلها إيه بس لها ملامح معينة إنه معروف إنه صاحبها آه يعني ممكن يصل درجة إنه يأكل للحقوق معروف يعني تشوفي كده عرافه غلص ده أكل الحقوق فأنا أبقى حذرة وأنا بتعمل معي تعاملين من ملامح لأ ما دي ملامح بقى ملمح معنا بقولك بعرفه في الملامح بتزنع على ملامح الوش طبعاً معنا ما هو يسمعهم على وجهين ربنا سبحانه تعالى هو اللي بينزل الملامح حشان كده دي أقدر أكتر حاجة أنا بحبها في تحليل الشخصية يعني عندنا تحليل يعني أنا مثلا عدت مثلاً فطرة كبيرة أجزة بيظهر على وجه إن أنا كذبة آه سبحان الله ما هو ده من بس طبعاً مش أي حد هيعرف لا بصي في بقى فراسة يعني بص إذا مش عايزة أدخل في فراسة الأرض ولكن في حاجة اسمها الفراسة الإيمانية اللي أنا ربنا سبحانه على التقوى فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله وبعد كده في الدراسة بقى عن طريق الدراسة آي آآ ودراسة برضو محتاجة حد شواطر ويفهم ويعرف الملمح تقيه بالزبط والقصد آي تمام بس أصد إن فيه مثلاً ملمح آآ بيديني بيعرفني إن الشخص ده مثلاً ممكن يأكل حق طب هل معنى كده عشان كده أنا ما أحبش أقول صفة واحدة يعني ما أقدرش أقولك إيه الملمح دلوقتي وإلا أنت هتفتكر كل الناس دي أكلت حقوق آآ ما ده مش صح لازم نكون درسة الوضع كامل لأن بقيت ملمحه هتفرق آآ آآ طيب فالنهار ده لو أنا قلت إن الإنسان ده آآ الصفة دي بتقول إن هو هيكل حقي وأنا جاية أتعامل معه مثلاً النهار ده وراح أتعاقد معاه في شغل آآ فلازم أكون حذرة وده بيفدني العلم في كده إن أنا هكون حذرة لكن ما أقدرش أتهمه بذلك آآ آآ طيب أنا دايماً هتحك في الحتة دي وأقول إيه لو افترضنا إن جيبنا واحد نفس الشبه بالزبط بس المتدين بخاف ربنا يعني خاف ربنا قوي آآ هيعمل إيه مش هيكل حقي مش هيكل حقي آآ آآ تمام بس هياخد حقه أكتر من اللي هياخد حقه تلت ومتلت ومعشر لو في أكتر من متلت دي حطيها يعني يعني وانا بشبهها هقول لأ وانا واحدة مثلاً من نوع ده وعندي واحدة بتيجي تنظف في البيت آآ أبسط مثال يعني جات قالت لأنا هاخد إكتازة في اليوم أنا قلت موافقة أنا حقنية وكل حاجة بس هطلع عينها بقى هخليها تقلي بالشقة تنظفها من فوق لتحت وده الحق التالت والمعشر آآ اللي هو اللي هو اللي هو بما إن أنا واخدى مبلغ كبير أنا غلوسي وفقت وهتنظف للبيت بالمبلغ الفلاني وأنا ما هفصلتهاش ومش هكل حقها بس هاخد بزياد يعني هعمل بقى مجهود كبير آآ واتعبها يعني أخد كل حاجة آآ الساخي بقى والكريم ما بيقاش كده يعني بيبقى مش مدقى بيصعب علينا اللي قدامه تعب حرام آآ متفقين على المبلغ بس حرام دي تعبت آآ لحسابات تانية هيدي الدرجات إيسي على ده كل شيء تفضل بحقيق هتعرفي عشان حضرتك بسم الله ومشاء الله يعني درسة ومتعلمة أنا أعرف إزاي حاجة زي حلو أفحمنا بقى دي ده دورنا فكرة إننا نهاردة بنقول آآ اختار اللي يشبهك أو اللي هو يكون شبهك مش اللي يشبهك 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 أنا أحضر كلامكم متأسفة وأنا بأعيز أسمعك أكتر والله من المشاهدين كمان سؤال بس تاني أنا عشان أختار اللي شبهي لازم أكون أنا عارفة أنا أصلا إيه بروض عليك يعني ده برضو حيرني هي البدى ولا الفرخة أرجع للمراية وبص النفسي واشوف بس أنا شريرة لا هنا دي مش بدى وفرخة هنا لازم تعرفي نفسك يعني أقف أشوف أنا شريرة أنا طيبة أنا كده وعلى أساس ده اختار بس مش هعطيك كده ماشي لا لا ما فيش مشكلة أنا بكون سعيدة بأسئلة حضرتك لأنها بتعبر عن رأي الناس طبعا بصي هقول لحضرتك الحاجة هي رقم واحد واللي تكلمنا فيه من أول رمضان لحد النهاردة هي المراية اللي المفروض أشوف فيها نفسي نفسي ده رقم واحد بيتي المرايات بقى عشان كده في ناس حتى قلت المراية وأنا كنت فرحارة جدا في ناس كثيرا عم تقولي المراية حلو المراية لأنه ده جمع المراية فأنا المرايات دي لأنه أنا بتتفرج بقى على كل واحد في المراية بتاعته وبشوف نفسي من خلاله فاكرة بيت جوحة واللي قلنا المراية تمام طيب فرقم واحد إن أنا لازم بعرف نفسي وده لما أجي أختار أختار صديق أختار زوج أختار أي حد هتعايها عشره مدة طويلة مهم جدا إن الأول أعرف أنا عايزة إيه لأن أنا عايش معي في بيت واحد كمان ده أصعبهم وعلاهم الزوج أو الزوجة لأنه إحنا هيتقفل علينا باب خلاص أقرب ما يكون الزوجين لبعض فلازم تكون الدنيا واضحة ودوحي الشمس ودوحي الشمس الجد يعني طيب فأنا لو مش عارفة نفسي وفرحانة أي واحدة ممكن تفرح بأي رجل بيقولها كلام حلو عارفة نفسي صفات ولا عارفة نفسي أنا عايزة إيه ممكن أكون طيبة وعايزة واحد شرير يسندني العكسة ممكن أكون شريرة يعني عايزة أعرف أنا عايزة إيه بصي حارفة سعيدة جدا بكلامك بس فعلا كلام ده قوي جدا ومهم وإسماحيلي لازم أرد عليه مكتمل بدون يعني مقاطع كلمة واحدة طيبة عايزة واحد شرير عشان يحميها ده في حد ذاته تشبيه خاطئ وده اللي منتشر في المجتمع ومفهوم خاطئ رهيب أنا نبسي أعمل مرة حلقة يا جماعة عن تصحيح المفاهيم الناس مش فهمة الحاجة صح يعني إيه طيبة تعوز واحد شرير ده لأ ده في المعنى أصلا الله يا صح يعني عمر طيبة عايزة واحد ناصح شوية ناصح غير شرير يا جماعة دي ما فهمنا الخطأ عن الطيب والشرير زي يجي يقولك إيه أستنى أسوأ عيب فيه أن أنا طيب يا جماعة لأ الطيبة جمال لكن السزاجة لأ كن طيبا ولا تكن سازجا نفس الكلام اشفر حاجة والنصاح حاجة تانية يعني فينا أستقولك إيه دي ناصحة دي ما يحكش عماله وإنا مفروض أكون عبيطة أنا مش المفروض أكون عبيطة أنا لازم أكون ناصحة ولازم ما يتحكش علي لكن مش شريرة استكلمة ما ألافظ الشر فاكرة ما كلمنا مبارحة الخير والشر الخير عكس الشر الشر ده كلمة وحشة جدا كلمة سيئة كلمة سيئة جدا فحرك كلمة تقولي واحدة طيبة عايزة واحد شرير يسندها الشرير ما بيسندش الشرير بيغرق ما بيسندش ده بالعكس ده هو ده اللي بيزوك يرميكي يعني لا اللي بيسندكو برضو مش فكرة القوي التقية يا جماعة التقية تفرق كتير تفرق كتير والله ممكن يكون قوية وغير تقية إحنا عايزين حلقة كاملة عن اختيار الزوج طبعا يعني أنا نهاردة ممكن يكون الشخص قوي لكنه غير تقية فيبقى هيسور يعني هيسجب قوتها هيكسرها هيضربها يدعها هيستغل قوته بحاجة مش كوي هيضربها يبقى عملنا ايه بقوته صحيح مش هيد القوة القوة هي إنه يكون قوي خلقا يعني عارف بقى اللي هو بيتماسك كده ويكون قوي في رد الفعل عارف حقه وعارف اللي ليه واللي عليه عارف معنى القوامة يا جماعة القوامة بالمعنى الصحيح فطبعا الموضوع ده طب نرجع لموضوع نرجع لموضوع إزاي يشبهني يعني يعني إيه الشخص دي يشبهني يشبهني في إيه يكون شبهي في إيه طيب أنا علشان الشخص دي يكون شبهي أو يكون فيه حاجة مني طيب كان برضو فيه حد بواحدة يعني بتقول لي أنا عايزة أجاوز واحد نسخة مني أنا عجباني نفسي وعايزة واحد زي كده بزا قلتلي حبيبتي من الشرط موجب وموجب ممكن يتنافر والسالب والسالب يتنافر إحنا محتاجين موجب وسالب عشان الدنيا تكتمل لأنه ما ينفعش تبقى نسخة مني هتقوليه ده يتعارض مع إيه اختاري اللي يشبهك لأ هو مش تعارض إطلاقا لأن أنا هنا مش بتكلم على إن الشبه يكون لا شبه ملامح ناس تعطوا قوليك المخادة ما تشلتش اثنين حجوين والأمثال ده من الأمثال اللي أنا مش صح طبعا ولا الكلام ده خالص لأ أنت جميل خط جميلة ما عندناش مشاكل يعني مش دي القضية يعني بتحب الملامح اللي تشبهلك مفيش مشكلة برضو يعني وفعلا هيحصل توافق في حاجات كتير جدا بما إنكو زي بعض هيحصل إن انتو طبعكو هتبقى متقاربة لكن ساعات بتبقى ده خطر ليه خطر لو افترضنا اللي اتنين مسلاً هادين ما بيتكلموش يبقى أهلاً وسهلاً لو يتخصمه ما فيش بعيدة يبدأ يبقى إيزاً العكس بيبقى أحياناً ميزة لأن واحد ما بينطقش التاني بينطق فالدنيا بتمشي لكن لو الاتنين بيتكلموا والاتنين عصابي هيكسروا وهكذا فهي القضية هنا مش في جدا القضية إيه؟ القضية لما أنا أفهم نفسي فيلم رائع كويس أعرف أنا إن نمط الشخصية اللي بيريحني اللي زيي ولا اللي عكسي يعني أنا طبيعي أميل لإيه؟ أميل لأن أنا أقعد مع إناس عشان الناس نسخة مني فبتتجاوب معايا فبتوافقني على رأيي فبتريحني فبنقعد نضحك ونفرفش وتبقى اليوم لذيذ وظريف كده ولا لأن إناس دي ضدي وتناكف فيها بس لذيذة يعني ممكن أنا حابب كده ضدي وأنا حابب كده أو حابب أعرف فكرة آخر أنا برتاح لإيه؟ يعني دي نقطة يعني خطيرة ومهمة جدا فلذلك تلاقي من الأمثال الخطيرة واللي الناس بتغزني يعني إزاي فلانة جاوز فلانة دي ده هو أمر وهي وحشة قوي ده هي أمرين وهو شكله استغفر الله عظيم ومش عارف إيه يقعد يقوله كلام كده غريب لأ يا جماعة أولا إحنا ما ينفعش تقوله الكلام ده خالص طبعا خالص 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 إحنا ببساطة جديدة جدا أنا كنت دايما أقول الناس تقولك براية الحب عامية فأنا أقول لهم لأ نرية الحب بصيرة آه يا شايف فيه حاجات تانية آه فإنك ترى في المحب ما لا يراه الآخرين كل الناس تقولك أنت طيق الراجل ده إزاي وإنتي بتموت فيه ومرتاحة معاه طب إنتوا بتسخنوه يعني بتسخنوه عليه يعني ولا بتعمله إيه صحيح خلاص هي عارفة تتعايش معه هي بتحبه لأن هي شافت منه اللي إنتوا ما حدش هيشوفه لما تتشقلبه كده ما حدش هيشوفه العلاقة الزوجية علاقة خاصة فالسر فيها اتنين حتى في المشاكل عشان كده ما تحكوه ومش في المشاكل ممكن تكوني ظلمة وإنتي مش حاسة ممكن تكون واحدة بتحكي لك حاجة وهي مش أيلة الحقيقة الخفية اللي بينهم في العلاقة بينها ده أكيد مش ممكن فلازم نكون حذرين جدا في العلاقة الزوجية والكلام عنها طيب أدور إزاي أنا بقى زي ما حضرك قلت إنه حضرك أنا واحدة مثلا فهمة وبعدين أخلي بالك فهمة دي يعني ما قعش ما أنا ممكن أقع يعني بس يعني عندك يعني حاجات برضو دعماك إنك تفاهمك أكتر جميل من حد مش دارس آه بس في نقطة آه مهمة جدا 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 يا جماعة أذكركم والله أذكر نفسي بقياكم مش لواء يعني عشان ما حد شفت كده إن أنا بقول وكأن أنا مبرأة يعني لا آه من غير آه ربنا واللجوء إلى الله والله أجدع شاطر يقع لو ظنيت إن انت يعني بقيت أستاذ وتعرف تجيبه وبتعرف تفهم الله ده هيقع ويقع وقع على جدر أبت وعلى فكرة ودي له هتدمره وتجيب له أكبر صدمة عطفية لإنه هيتهز ويقول لك معقولة أنا وقعت دي هتقتله يعني دي هتبقى شديدة عليه لكن إحنا بنقول يا جماعة أول حاجة ده أولا التقوى لما بنقول في راسة المؤمن التقوى في راسة المؤمن فإنه يرى بنور الله يبقى في راسة المؤمن لا تأتي إلا مع المؤمن فإذا يشترط تكون مؤمنة بعد أن أنا أصدق نيتي والإيمان بقى بالله واليقين وتقوى الله في المال الحلال وتقوى الله في كل حاجة ربنا ينور بصرتي ده أوتوماتيك هتلاقي نفسك كده أول مرة عام لها حد يقولك لا 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 ده مش مريحة هي من عند ربنا ربنا بينجيكي طيب جميل ده رقم واحد رقم اتنين العلم أنا نصيحتي العلم التعلم من أجمل العلوم الحياتية لما الناس بتعود تسألنا الكورسات دي هنحنا ممكن مثلا تنفعنا مش هشتغل بها ولا لا يا جبا مش لازم تشتغل بها حياتنا النهار ده أهم والله العظيم من الشغل والفلوس الرزق بيجي بيجي هتعرف تفكري الفكرة تبيعي سلعة هتكسبي الرزق موجود ربنا سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالرزق يعني هو الرزق عند الله سبحانه وتعالى لكن أمرنا بالعلم فلابد ان احنا نعلم ونتعلم وانا اجتهد في العلم بقوة وتعلمي أمور حياتك وامور دينك في الأساسية السوابت 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 اللي على الأقل تخليني عندي عمود عندي العمدان أعرف أتعامل أعرف ربي ولادي يعني عميت حاجة غير الشهر أنا شخصيا أنا شخصيا أؤيد وبي شدة الصراحة يعني إن أنا أتعلم طرق تحليل الشخصيات بكل ما فيها مع العلم بس ومع التحذير الشديد إن في ناس عندها وسواس يعني أجي أدرس حاجة كده أطبقها آه تبقى أي ناس وحشة فأبتدي أعمل كده هو ده بيحصل بالزبط تبقى دكت الدرر بقى رجعي للمرأة الأول رجعي للمرأة الأول وعرفي طبيعتك أنت منصفة ولا أنت وسواسة لو أنت وسواسة بعيدة الله يخليك ما تتعلميش بقى حاجة الله يخليك هتزيدي مش هتشوف الحلوة هتشوف الوحش حسب طبيعتي طبعا لكن بواجهة عين الموضوع دي مفيدة جدا مفيدة إن أنا أفهم من قدامي بقدر كبير وأفهم نفسي خلي بالك إن أول حاجة بنتعلمها فإننا بناخد الكورسات دي إن أنا بعرف نفسي لإن أنا قبل ما أقعد أقولك إزاي تعرفي غيرك تعالي بقى طبعي الكلام دي عليك فتبتدي تقرس صفات تقرس صفات تتفاجئ إيه دا أنا أول مرة عارف إن أنا كده أول مرة عارف إن أنا كده تبتدي تكتشف نفسها حاجات مسميات اللي أنا كنت بقولولك من شوية تصحيح المفاهيم مسميات إحنا كنا فاهمينها غلط زي الطيبة وهي سازاجة والشرير والشرير وكلام ده فالمفاهيم دي لو اتزبطت وعرفت إيه معنى الكرم إيه معنى البخل إيه معنى الطيبة إيه معنى فاهم المعنى صح مش هتاهم نفسي إن أنا أه مسلا في صفة ومش في ومش هتاهم الآخرين برضو لما شف ومش هتاهم الآخرين وبالتالي هعرف آه أعرف بالزبط أنا عايزة إيه أعرف بالزبط اللي قدامي ده مناسب لأ ولا لا من غير مدحك على نفسي عارفة إنه مليان عيوب وعارفة إنه في أخطاء لكن أنا عارفة كويس إنه مناسب لي تمام فاصل ممكن بس نطلع فاصل ونرجع اشتركوا في القناة 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 اه كلمة كبيرة جدا يعني لو روحتي امريكا وعيشة في تطور احسن من مصر مليون مرة هتبي مخنوة مش بقتك مش بقتك ايه مش لقي لغتك ايه نفسك تلاقي حد تكلمي بالعربي زيك اه اه بتاع تجيدي الانجليزية وهو اجنبي اوكي باتكلم معاه بس مش مرتاح بس في وقت انا عايزة اتكلم معاه عربي ايه انا عايزة اطلع اللفذ بلغتي ايه مش مش اجنبي امم لو هو مش مش اجنبي ايه باجد اختلافات رهيبة في المعنى وفي اللفذ وفي الكلمات وفي الاكل وفي الحياة وفي العادات انا انا هقول حضرتك انا عندي ناس في الدورات كتير من كل الدول اه اه فيهم من السعودية ومن اكتر من بلد اه لما يكلموني قعد اضحك انا لولا ان انا فهمة اضحك يعني على فك الكلم دي عندنا عيب ما ينفشد قليلي ايه ايه خالص ايه في ايه انا غلطت في حاجة امم لا حضرتك غلطت لا بغلطتش انت عندك دي عندنا دي عادي يعني زي كلمة مرأة مثلا امم عندنا عيب ديما ايه عندهم عادية دي العامية بتاعت كلمة امرأة 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 ايه 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 فلما يجي يقول الحرمة اللي مش عارف ايه اللهجة دي عندنا لهجة اللي هي حد بيتكلم بيستهين بالمرأة امم فالامر هنا مختلف امم فانا بممكن اضحك يعني المواضيع دي بضحك لكن مش كل ناس بتضحك على فكرة يعني لو عندي موازفة بترد ممكن تتعصر بتقولي ده لي الادة تبيقول كذا 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 فالموضوع محتاج علمه محتاج استيعاب محتاج حاجات كتير ده كده انا بتكلم عربي العربي يعني حد كلنا بيكلم رغة عربية مع اختلاف مفيش بقى لغة ولا حاجة مختلفة خالص مابالك مابالك لو لغة اجنبية مابالك اصلا انه ممكن يكونوا جران وهو المفروض انهم بيئة واحدة او اهلاء او قرايب وكذا والمفروض انه ظاهرية ان يكون بيئة واحدة لكن برضو تلاقي ان البيئة مش هي طيب ازاي برضو الكلام ده هقولك مثال صغير كده معرفش ليه تذكرته قبل حتى الحلقة كان فيه واحدة جات لي مرة كانت حضرة معي في الكورسات فبتقول لي انا عايز اسأل حضرتك سؤال انا بنت جاي لها عريس هي موافقة عليه بس انا رفضها تماما اعمل ايه فقلت لها ليه قالت لي اصله هو عامل زي ابوها انا عانيت من الطبع البشع ده فانا مش عايزة بنتي تعيش عشتي بصراحة دي جاي من المستقبل وشايف المشكلة فينا الوكلمة جميلة تمام فقالت لي انا مش عايزة بنتي تعيش عشتي قلت لها طب ممكن اسمحيلي اقولك كلمة صغيرة هي السكتر كده قلت لها انا عصفة يعني زوجك بيئت ومختلفة عن بيئتك ووضح انك تعيبت بيئتوا قيلت لي صح انا ما عرفش زوجها ولا عارف حاجة انا ايه قلت لي صح قلت طب ممكن اقولك الكلمة صغيرة اه وقت ما انتي تزودتي زوجك من عشرين سنة اه كان انت بيüyorتك حاجة وهو حاجة لكن بنتك بيئت ابوها بنتك دلوقتي بيئت ابوها ايوة عايشة في بيئتك انت او ابوها يعني هي عايشة مع ابوها يعني ابوك انت غير ابوها أبوها هو زوجك اللي أنت بيش حباه لكن أبوها ده أبوها هي أبو البنت يعني أبو البنت فقلت لها فالبنت ممكن تكون بيتميل للأب يعني فممكن ما تعانيش مع الزوج يعني أنت تصورتي ما ده توقف بقى على العريس اللي جاي ما هي البنت موافقة ما هي البنت موافقة لكي يعني قلت لها يعني أنت يعانيتي لأن ده ما كانش بيئتك لكن البنت موافقة لأنه ده شبه باباها شبه باباها ممكن ده شبه بيئتها فمعندهاش مشاكل فمين فينا يدرك الجزئية دي؟ هي البيئة هي التكافؤ هو نفسه التكافؤ الرسول وصنا على التكافؤ يعني في ناس لما بيحصل زواج من هذا النوع اللي هو بيئتين مختلفين بيئة راقية مثلا بيئة بسيطة أو بيئة شعبية وفيه فرق في المستوى المعيشي جدا وطريقة الفكرة مش فكرة مستوى المعيشي فلوس مش فلوس لأنه ممكن يكون إنسان بسيط جدا ويبقى معها فلوس يغتني وكل حاجة ويجيب أسر بس ويفضل بفكره الأديل والمختلف والناس اللي هي عايشت تبقى راقية جدا لو بقت فقيرة وتلاقيها بكزة هي بالزبط يعني كده هي مستوىها هي مستوىها كده مش هي بتتعالى ولا بتمثل هي عايشة بنفس رغم إن شكل الحياة كله ايه اتغير طيب إيه اللي يحصل إيه لما بيجيبه أولاد الأولاد دول بيبقوا ميكس من دول يعني يا فاهم عظي ميكس من بقتين اللي على بعض برافا عليك فتلاقي ابن ميال للبيئة دي وابن ميال للبيئة دي فابن عايز يعيش كده أريستقراطي ويابن وابن نفر الاتنين وابن نفر الاتنين لأنه تمزع ما بين الاتنين مش عارف يعيش إزاي مش عارف أبق أنا ابن البهوات والمراكز وكذا ولا أنا بقى ابن ناس البوسطاء العاملين الكذا كذا كذا المهم لكن إحنا بنتكلم بقى هنا لما بيقوط أنا طبعا قلنا ثلاث أمثلة يعني مثال ده الميل هنا وواحد يميل هنا وواحد يميل للاتنين أو يتمزع بين الاتنين التلاتة دول لما يجوزوا اختيارتهم هتختلف تماما وهيعملون بيئة مختلفة أكبر يعني ده اللي حقيقة كنت بتقوليني المم أيوة بالزبت هنوصل لأجيال الأجيال حصل لها كده ده لو هو عارف هو عايز إيه قبل بيختار ومش بس كده لو أنا النهاردة كنت أم وعية بداية كده وابني لما بيجي يختار أنا هتجنن إن ابني يختار البيئة دي هعيط ولا بنتي زي ما هي قالت للأم دي لكن اللي بيحصل لو أنا عندي وعي كامل هبتدي أتعامل بشكل أخر طب هتعامل إزاي هتعامل بإن أنا هتجنن لها تعالي أنا عايز أقولك بس كلمتين ما أنت بنتي بقى وصاحبتي طيب اللي جاي لك ده أنا كنت كذا وأحكي بقى وفتفض مع بنتي فاكرا ما كنت بقولك لازم يكون لك حد تتكلمي معاه طيب أنا كنت كذا ومين عيلا كذا وأبوي كذا وجدي كذا وإحنا كذا وكذا ولما جي أبوكي أنا رديد بيها علشان كذا وكذا بس كنت ظنة كذا وكذا والآخر اتصدمت بكذا وكذا وكذا أنا بديك الحياة أوضح لها صورة كاملة وعليك الاختيار وتحسبي محاسبة كاملة طب وإذا اخترت بقى خلاص براحل لازم تسأل عن نفسها ولازم تكون صاحبة القرار حتى لو أنا مش عايشة لأولادي أنا مش عايشة لأولادي أنا ممكن أموت في لحظة وأسيبهم هما لازم أدعو أنا أوجيههم وأصرهم أنا بقولك التوجيب اللي إنتي بلغ توجيب من البداية بس وبلغتي وشيل إيدي شيل إيدك في إطار معين إلا إذا كان في إطار دار يعني إيه يعني مثلا مثلا في ناس يعني حاجة أنا هجيب لك حاجة بشعة بس مش عشان حاجة أنا بعلق كربة عشان ناس تستوعب إن في أبعاد يعني فريدي إنك إنتي لقيت ومش إنتي إنتي ست الراجل أكتر لأن الراجل القوام الصح هو اللي يعمل كنترول على أهل بيته وهو المسؤول شارعا عن موضوع الولاية ففكرة الولاية لما يجي واحد يتقدم لبنته إيه المفروض لو أنا جاي لي عريس يتقدم لبنتك أنا راجل مش أنا الست الأب 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 الولي يبتدي يشوف برؤية الراجل اللي عريس ده مناسب ولا لأ أخلاقيا ودينيا لو هو عليه أي غبار من حقه ما يخلوش يدخل يشوف البنت أصلا يعني من حق الأهل تدخل في الحالة دي يرفض من الباب تمام من الباب لكن نيجي دخل على المرحلة التانية اللي هو أنا عاجبني دينا وعاجبني أخلاقه بس فقير مثلا وأنا عايز بنتي تعيش في قصر أو تعيش في دي طالعه مثلا راجبة عربية طب تعالي بقى بنتي بسي هو الراجل اللي عيبه عليه خلق ولا دين هو راجل محترم متدين كويس مش عارف إيه أخلاق الراجل ده الفل بس فقير أنت مش هدوها تعيش العيشة دي أنت مش بتعود أجرع العربية هيعكبك موصلات أنت مش هم مثلا أي وهكذا أي موفقة تعالي روح نشوف بيته شوفي البيت اللي هتشي عيش في أنت بوفقة تعيش في شقة دي شقة دي غير شقة أهلك الشقة دي بمعنى شقةته ولا شقة أهلك شقة شقة هو شقة هو هو أهم حاجة هو أهم حاجة تمام وحكذا آه تمام فيه اتصال تمام فيه اتصال بس أنا حابة حيكت كميلي فداتي بش مشكلة أهلا ما سهلا يا فاكم كل سنة وانت طيبة يا دكتور وانت طيبة حيبت اهلا وسهلا اتفضل الدكتورة معاك اتفضل سؤالك لو سمحت هو حضرتك انت بنقول على الاختيار اللي شابهك طبعنا لما بشبت حيو كده تعاني بسكنت مانتا مختلف حل الشباب وكده بسكنت جمه نايم بيجوه بيجوله لعو كده نحنا معلش هو الصوت معطع لو حد سمع اللي عارف السؤال يوضحولي هو انا مش سمع غير مقطع طب معلش حيك تسلي بينا مرة تانية ان الصوت مش واضح هو ان لنا سمع مقطع بس هي بتقول لو انا اللي انا فهمها يعني ان هي بتقول لو انا بختار اللي شبهي فعلا وانا مقتنعة تماما بس اهلي رفضي وده بيحصل بقى معي كتير جدا هو ده بيقوله حضرتك في كنترول ده اللي انا فهمته من الكلام اه فده بيحصل معي كتير جدا وبيجيلي حق ناس اه هي تظن تظن انها لما تجيلي استشارة انها تخلينا قنع بنتها ما تتجاوزوش اه هي ده هي الامة جايلك عشان كده يعني تبع عاملة الفعل بسبب لا ايش هي متخيلة ان هي جايلي اي عايزة هدف وانا مجرد ان هي جايها تدفع تسوريا انت امل الاستشارة علشان انا في النهاية عاملها اللي هي عايزة فانا عبا اقول لها من البداية لو انت حضرتك عايزاني اعمل كده فانا عسفة مش هادر ساعدك تقولي يعني ايه اقول لها بس حضرتك دي حياتها مش حياتك انا هسمع هسمعك وهسمعها ووضح للطرفين لا وربما البنت تكون معلش يعني اعقل من امها الاحتمال كبير يعني معلش عسفة جدا ممكن تكون الام نظرتها مادية فلوسه بس فتقولك ده فقير ما ينفعش لكن تيجي البنت تكون هي وعية ومدركة انه طيب وانه محترم وانه اخلاق وانه كذا وانه كذا ربما زلك يعني ده ربما بيحصل وخصوصا خلي بالك ان احنا مع حياتنا حاليا يعني قسرة الانفصال والطلاق والكلام ده كله فغالبا الرجالة ما بقيتش في البيوت يعني وبقى في اختلاط وبقى في تعامل وبقى في فيسبوك وبقى في معاملات كتير جدا بتخليني من نوعا ما مع الاختلاط انا شايفة بعض الحاجات الامهات مش شايفها وخصوصا لو الام بعيدة عن التطور نوعا ما لكن ده مش معناه على القاعدة يعني عشان ما حدش هي جمعها لو سمحت لقول ان انا بأول بنات على الامهات اطلاقا بتسمعي الاتنين وبتشوفي استخدامها اطلاقا بس انا يعني اخدوا من كلامي الجزء الفير خالص اللي هو الاساس احنا عندنا قواعد والثوابت وعندنا شرع وعندنا دين وعندنا مرجعية ادخلوا البيوت من ابوابها وعندنا الراج اللي هو القوام والراج اللي هو الولي دا اساس تبصي عن اساسيات delivered طب معنديش الاساسيات دي معنديش اب ولي وبعنديش اخ ومعنديش كذا عندي ام وحاسمة حاضر وعندي ام وحاسمة وتعرف تربي اولادها معنديش الام الوعية او المدركة او الصحيح او ميتها اساسا مافيش مشكلة خالص يبق انا عندي خالع عندي عم عندي حدا اصد عندي كبير ما عنديش كل ده وعندي العقل اللي خليني اعرف اختاره وكزا طبعا كل الحاجات دي ومع المرجعية الشرعية يعني كله بيرجع للدين طبعا يعني لو فيه امر محير مسلا ما عنديكيش ولية ما عنديكيش حد لازم ترجع تجاوز ازاي تروح تسألي بقى هنا ايه اهل العلم وتقول بتزيقلهم ايه مين يكون ولية في الزواج وكزا وبتلاقي الاجابة على طبعا طبعا معنا ام محمد ايوة محمد اهلا وسهلا ايوة سهلا معلش ما اعتزل ان حيكت ابنك كتير معلش اه ممكن اكلم الدكتورة انا سماعي اه اه بعد اجنك يا دكتورة انا ابني لسه خاطب بقى له تقريبا شهرين اه بنت اه متخرجة من كلها محترمة وبنت يعني اه سألنا عليها مناس طيبين وكل حاجة اه بس البنت هدي اوي ما بتتكلمش خالص يعني اه ما بتتواصلش معي حتى ولا معي يعني انا ما جاء اتكلم معها اه ايوة ازاي تعمل ايه اه بس يعني ما بتاخدش بتدي في الكلام اه وابني بيقول ان مثلا انا لو ما ما كلمتهاش اه يوم واتنين او تلاتة هي ما افكرش مسلا تتصل تطمن عليها تشوفني هل ده عادي ده طبيعي يعني سؤال جميل جدا لله اه معدي اذنك في نقطة تانية هم ناس اه ماديا كويسين يعني لا اه اه مستوىهم قليل ماديا يعني اه بس اللي انا بلاحظة على الام ان هي اه فيها نعم البخر اه اه يعني مش عارفة يعني انا ده ملحظة فهلت عادي يعني اه سؤال رائع والله سؤال رائع اه طيب حاجة بحضرتك وغالبا ده هيكون اخر سؤال عشان ده شكرا نتصالك شكرا عشان هو مستفيد طب احنا ممكن نجاب عليه بعد الفاصل اه اتفضلي بس عشان الوقت تمام خلاص طب نطلع فاصل وبدنرجع انا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل ما لك ماشي بتكلم نفسك ليه تعبان جدا من ايه طيب من كل حاجة هو فيه اي فرح في الدنيا خنقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي طيب اهدى بس وسبها على الله خلاص انا تعبت الواحد ينتحر ويخلص ده الحل الوحيد سبنا انا مش عاوز اتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة انت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دول كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت سمعت عن دكتورة جيهان مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري اسري ونفسي انت فاكريني مجنون؟ لا لا استنى بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتعل بساطة يا سلام ببساطة كده؟ هيوة انت خسرا ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني اصل عمر الانتحار ما كان الحل الاكاديمية الدولية لتطوير الزالك اختلافك سر تميزك اشتركوا في القناة اهلا بيكم مرة تانية وقبل الفاصل كان معانا سؤال ام محمد وان شاء الله الدكتورة هتكمل اجابة سؤالين جمدين جدا ومهمين وانا عشان كده مش عايز اتصالت بعض اذنك عشان اوفيهم لانه هيفيد ان شاء الله للجميع رقم واحد بالنسبة لطبع البنت العروسة يعني ان هي هادية ومش متكلم وكلام ده كله نقول اولا مبدئيا كده مش مهم احنا كلنا نشوفها ازاي ولا الام شايفها ازاي ولا اي حد شايفها ازاي نتكلم المنظور الراجل شايفها ازاي اللي هو لا هيجاوزها لكن فكرة ان امه مسلا شايفها هادية ما بتتكلمش وكان بيقول من ضمن تعليقها بس على تذكر ان هي قالت ان هو قالها ممكن ما يكلمهاش عمو لا ما انا هقوله كمان انا بكلم في جزئية ان هي الاول قالت ان هي حتى ما بتكلمش معاها ده مش مشكلة ده ما بتكلم في انهم مش فكرة مش مشكلة ممكن ما يبقاش مريحها اوي يعني يجي جوز بنتي ولا جوز مرات ابني يعني ما يبقاش مريحني طبعا لكن مريح بنتي يعني دي نقطة طيب فلو هي ما بيكلم يعني انت شايفها هادية وده مش عاجبك ربما ده اللي يعجبه يعني ممكن يكون ده عاجبه فدي نقطة لكن بقى هنا اقف عند تعليقه هو ان هو متضايق انه لو قعد فترة ما تكلبش هي ما بتتكلمش او كده طبعا ما اعطى حفز على نقاط برضو مهمة جدا على انه العلاقة في الخطبة لازم تكون بولية ولازم برضو تكون لها ضوابط يعني فكرة ان احنا عادي ونتكلم وندروا خرج ساعة الخطوة الحاجات دي يعني هي مش في الشرع اصلا ولكن اذا كانت دي عادتهم يعني والمفروض ان هم ما يتكلموا يعني انا ما عرفش منها هل هي ماذا التدين بتاع الاسرة ايه والكلام ده كله هل هي مسلا منع البنت عشان اه تدين في ناس بتمنع ده عشان ده لسه خطبها المشجوزة اهل الام بالنسبة اهل العروسة اهل العروسة يعني ممكن اكون انا متدينة فبقول لا ما ينفعش تكلموا دلوقتي ممكن اكون انا اه في عادات يعني عادات وتقاليد بتاعت بعض المناطق اللي هي تقول لها لا عيب هو اللي يتكلم فممكن يكون ده المنظور فانا لازم افهم عشان ما نظلمش البنت اه في سوريا انا اسفا في بنت لقيمة يعني بتجننه لحد ما يتجوز متعارف عليك ايه بتتقل يعني ايه بتتقل وعملها بالشغل معين وممكن يكون مصطنع يعني متكنش حقيقة وده بيحصل مع ناس كتير جدا عانوا من ده طيب الراجل بقى هنا اه لابد يكون الراجل اشد انا مختلف عن الراجل مسئول مسئولية اقوى بكتير من الست لانه هو الراجل هيبقى قوامي ازاي وهو لسه من دلوقتي مش عارف في قرر هي مناسبة مناسبة مش مناسبة صحيح ده انت هتختار ام اولادك وهتختار واحدة اللي هتبقى انا عاصفة يعني هتسيبها في بيتك ما تعرفش بتعمل ايه لو انت لو هي من نوع التالت انا لا اثق فيها ولا اتمنها لو هي من نوع اللي بتمثل صورة معينة غير الحقيقة في الموضوع ده غيره هو الشخص نحن يعرف من حاجات تانية وادلة تانية يعني حضرتك ارجاع اللي شريت كده المعاملات وهو يفكر فيها كويس ويشوف كل المعاملات بتكشف حاجات كثيرة او يبص ان البيت كله منبرد ما انا عاوزك كده والنقطة التانية احنا هنا ده جزء من البيئة ايه جزء من البيئة المهمة جدا لما الامة استوألت تانية وقالت ان هي حاسة ان هم بخلة وده صح طبعا صح نظرتك كأم صحيحة بس تانية هفكرك يا جماعة بنقطة مهمة جدا ان انا دوري كأم ان انا هوجه البنت افريدي بنتي طبعا بخلة فمش هبقى عندها برضو معنامة على الاهل البخلة يعني لو انت مبزرة طبعا هتتجنني لو لو هتتجاوزي حد بخيل ده تبقى حرب عالية قوي لكن لو انا انا مبزرة وبينتي بخيلة وهتجاوز ناس بخلة همش هتعاني انا هعاني معاهم لكن همش هتعاني معاهم فانا ما عرفش ابن حضرتك ايه يعني ممكن يكون ابو خلة ماشي ممكن تتناسب مع ابنك مثلا وفي نقطة كمان حلوة برضو بصراحة يعني عادة عادة الراجل البخيل بيخنق المرأة اللي هي الكريمة لكن العكس لا لما بيكون الراجل كريم والمرأة بخيلة بتخنق برضو بس بتنظم بس بتنظم له فممكن يكون هو متكيف من ده يعني ممكن يكون هو هيصرف الفلوس وطيرها لكن هي تروح مسكاها وحكمها بس المشكلة تبقي ضمن ان هي متدينة عندها تقوى من الله لفكرة انها ممكن تبخل عليه انه هيجيب لأمه ولا انه هو يدي اخته ولا ما هيخلي بالقول مشكلة تانية ما دي صراعات تانية ومواضيع كبيرة يعني مواضيع ابعادها كتير جدا جدا فلازم نظبط الجزئية دي فعشان كده انا دايما نقول نرجع للتقوى مش للصفة يعني الصفة دي امرها سهل يعني سهل قوي ان انا اخد واحد طبعه عصبي بس بيتقى الله هيبقى له سقف لكن لو مش بيتقى الله ملوش سقف لو واحد ممكن يعني يقول الكلبة بايخة ممكن يبقى بخيل حبتين بس هيبقى له سقف على العلا هيبقى بخيل مش هيتصدق لكن هيدي حق ربنا هينفق على بيته اولاده هيطلع الزكات المال هيكرمها هيتعامل على قدر بيخله بس في حدود الحق لكن مش هينفق بزيادة مش هيكرم اهلها مش هيبعزق عن الناس بس مش هيئزيها بس مش هيئزيها ايه يبقى ايزا الموضوع عندي هنا فرق كثير لو انا عندي التقوى عند الرجل وعند المرأة فالامر منتهي خلاص سهل قوي يعني أكثر آية بحبها جدا 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 في الخلافات بمن الناس سواء ازواج سواء اصحاب سواء اي حاجة فلا وربك لا يؤمنون بمعنى حكم شحاب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يعني الحد ما تقف انت حكم بينهم ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحكموك فيما شجر بينهم في الخلافة اللي بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني بمعنى النهاردة يعني نفى ربنا سبحانه وتعالي الإيمان عن مين عن اتنين لما يختلفوا ما يرجعوش لله ورسوله يعني النهاردة لو انت تخليقنا انا ليه عندك مية جنيه وانت في دولة ما تكيش عندي حاجة طب مين فينا الصادق يمكن انا بتدعي ويمكن انت صادق انك انت او انت خدت الفلوس ونتمجر مش ناسية او بتقولي كده لا لا بتقولي كده لأ بتدعي احنا هنا بنتكلم في الدرب طب لو احنا اللي تنقن هنا عندنا الإيمان هنعمل ايه هنحسن الظن ببعض هنرجع للشارع الشارع يقول ايه في الموقف ده انا اتذكر وانت تتذكري طب انت فاكرة يا جهان طب انت فاكرة يا ناس لحد ما نرجع للحق هنخاف ربنا طب هنقسم عليك خمسين وعليك خمسين مثلا يعني ده لو لانه الاصل هنا التقوى في الطرفين ايه ايه سعلى ده العلاقات الزوجية ايه سعلى ده علاقات الخلافات تتخنقنا مع حد من الجران حصل مش عارفة موقف ايه هنرجع لله ورسوله ايه ناش حكم الشارع يعني ربنا قال ايه في الجزئية دي لو قال ان الحق مع جهان يبقى مع جهان لو قال ان الحق مع الناس يبقى مع الناس الامر كده صح ان احنا نرجع لله في كل الامور كل مرة كل حلقة بنرجع لله لا بد لا بد الوقت يجري معنا برضو بسرعة جدا عايزين حلقات تاني يكون عايزين يتكلف برضو عن الاصدقاء اختيار الصديق بس مش بس الصديق نفسي اقول كلمة ينفع طب قول ينفع سريعا احاضر بس هي اهم كلمة ايه الصديق يا جماعة غير الصاحب الصديق حاجة والصاحب حاجة ايه الصاحب من يصحبك يعني النهاردة احنا صحبة كلنا في هذا العمل اسمنا صحبة صحبة لكننا ليس اصدقاء طيب الصديق يصدقك والصاحب يصحبك الصاحب ما يمشي معايا في الطريق لما يجي مفترق طريق ده هو يمشي من طريق وانا من طريق كل واحد حتى تمام لكن الصديق بيكمل معايا للنهاية حتى لو كان ميت بيفضل صوته في وداني بيفضل يرن كده في وداني نصيحه وكلامه الصديق يصدقك بكل شيء صدق في القول صدق في الفعل صدق في المشاعر صدق في الإحساس صدق في النصيحة صادق بجد اللي تحس ان انت فعلا فعلا وراك سند قوي ده الصديق فهو ده اللي يشبهك يشبهك من حيث ايه من حيث التوافق برضو من حيث البيئة من حيث المنهج اللي احنا ماشيين فيه يعني احنا الاتنين مقررين نمشي في طريق واحد طريق واحد فتلاقينا خلاص نكملين نكملين مع بعض بس غير الأصحاب الأصحاب لو اختلفوا في الفكر هيقطعوا العلاقة هيقطعوا العلاقة بدلين بيكملوا مثلا مع بعض في كلية معينة أول ما يخلصوا خلاص ما بيعرفوش بعض في مدرسة مثلا سنوي وأول ما بيروحوا كلية كل واحد بيبقى فتريق وهكذا إنه ما الصديق مختلف طبعا طب معلش نقول السؤال بتاع الحلقة نهاردة هاردة من النبي الذي كانت معجزته إحياء الموتى من النبي الذي كانت معجزته إحياء الموتى إبراهيم عليه السلام عيسى عليه السلام سليمان عليه السلام ما تنسوش الإجابات تكون كاملة تلاتين إجابة آخر الشهر مش نقصة حاجة وصحيحة ويعني مرفق معها طبعا الإسم والتليفون والإيميل وربنا يفوز يعني تفوز جميع كل جميع يفوز إن شاء الله إن شاء الله كل جميع بسيل حضرتك جدا نورتينا وشرفتينا واختتينا حلقة كثيرة جدا بسيل حضرتك جدا شكرا لكم إن شاء الله بإذن الله بكرة في معادة في نفس المعادة ساعة 2 والإعادة ساعة 3 إن شاء الله بكرة حلقة جديدة حلقة جديدة وعنوان جديدة أشوفكم بكرة بإذن الله السلام عليكم أنا تعبت يا رب خلاص ومش لقي حل نالك ماشي بتكلم نفسك ليه تعبان جدا من إيه طيب من كل حاجة هو فيه إيه يفرح في الدنيا خنقت البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي طيب إهدى بس وسبها على الله خلاص أنا تعبت الواحد ينتحر ويخلص ده الحل الوحيد سيبنا أنا مش عاوز أتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة أنت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دول كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل أنت سمعت عن دكتورة جيهن مين دي يعني دي أسي دي استشاري أسري ونفسي أنت فاكريني مجنون؟ لا لا استنى بس أنت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتعل بساطة يا سلام ببساطة كده؟ هايوة أنت خسرا إيه؟ وأنا متأكد أنك مش هتفكر في الانتحار تاني أصل عمر الانتحار ما كان الحل الأكاديمية الدولية لتطوير الزاف اختلافك سريتا ميودة اشتركوا في القناة